من جانبها قالت رئيسة وزراء دنمارك ميتا فريدجيكسن أن مصر تعتبر شريكاً قوياً لدنمارك وأوروبا معربة عن سعادتها من نتائج المباحثات التي أجرتها مع الرئيس عبدالفتح السيسي وأعربت رئيسة وزراء دنمارك عن تهنيتها لمصر على الاستضافة الناجحة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 طبحتنا من أجل إيجاد حلول لتغير المناخ والطاقة الخضراء في هذا العالم غير المستقر وأود أن أؤكد أنني أعتبر مصر كشريك قوياً لدنمارك ولأوروبا والشركات بين مصر والأقاليم المجاورة هي مهمة في ظل التحديات العالمية كذلك فيما يخص الشراكة طويلة الأمد فأنها يجب أن تنبني على حوار يستند إلى الاحترام كما كان حوارنا اليوم كما أننا كذلك الحوار كان مثل فيما يخص القضايا الخاصة بالطاقة والهجرة غير الشرعية والتحديات العالمية التي نواجهها والتزامنا المشترك نحو مستقبل مستدام لكل الأجيال القادمة